الى ما زالك تقليد الدنجال راكي غالطة بزاف اسمعي لي يا القرماشا كديرا أنا من العشاق نتاع الدنجال كنبغيه في جميع الوصفات شوفوا معايا الطريقة اللي كتخرج لازي تلاوالو في الفران وراه كيوجد خفنزلبن دغية كنشد واحد الدنجال هكا وغادي انقطعه بشكل دائري هكذا غادي نشد واحد البيضاء وغادي نفقسها في واحد البول كما تلاحظون وغادي نزيد عليها واحد شي شوية نتاع الحليب واحد ربع كاسة وكادي الحليب هاد البنجال هذا انه البنجال غادي نبانيوها غادي نديروه باني توابل غادي ندير الملحة وغادي ندير الفلفل الاحمر التحميرة والخرقوم البلدي تقريبا نص معلقة في كل حاجة هذا سكينجبير جنجمبغ والأعشاب المونسيما المونسيما وفي هذه الطريقة التي أعطيكم يأتي جبنين كثيرا وخليطي وحركي 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 هذه البنجال ونشد البنجال سترى معنا هذه الطريقة هذه الرشي حجرة لا تقريبا تقليف الزيت البنجال الطبق الذي سيأتي في الفران سوف ندهن بزويته البلدية هذا ونشد هذا لغن تعلق البيغجين ونغطس في هذه الطريقة ونضع البيض والحليب ونشد قليلا على سمول أو لغن تخاف هذا السميد الرقيقة ونضع هذا ونعطينا القرماشة مع هذا الدنجال صدقوني بهذه الطريقة قبل أن ندخل الفران سوف نشعل الفران يسخل جيد ونحاول أن نضع هذا الزيت حب حب لا نقوم بفق لكي لا يلسق لنا وكي لا يلسق كل القرماشة في جميع الزيت الطريقة سهلة كما رأيته ودغية بالنسبة للوقت لا يأخذ وقت كثير نسع الفران يخرج محمر وارطب من الداخل ونحن لم يكن مقابل في القليان وفي الزيت كما تعرفون هذا اللوبرجين يشرب الزيت كثير هنا نحن نتوقع هذه المرحلة عندما ندخل هذه الحليب والبيض ندخله الفران في تهنين ندخله ونسع هذا الطبق واجد يعني تأتي في صندويت شيء خطير وخبز ندخل لأ كومبانيوم مع اللوبيا مع العدس مع القطاني يعني وصفة خطيرة سمعوا لي القرماشة شيء أعرف أعرف هذه الطريقة لا ستعاود كما قلنات قليوة في الزيت حتى لأنك يأتي بنين بنين بزاف تهلا ودوز بخير واجربوا وردوا علي في الكومنتر بهذه الطريقة التي أعطيتكم يالا في القناة فيديو إن شاء الله والسلام وعليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة